تحياتي لكم جميعاً كيف فينا نقول باللغة الألمانية ممكن تراعيني يعني ممكن تخفضلي بالسعر ممكن تنزلي شوي السعر منعبر عن هاي الجملة باللغة الألمانية في عدة مواقف مختلفة في حال كان الشخص عبيشتري أونلاين مثلاً من على شبكة الإنترنت من مواقع مثل إي بي أو إي بي كلين أنت سايجر فبهي الحالة بتلاحظ بجانب الإعلان في الأعلى في حرفين مكتوبين جانب بعضهم فاو بي فاو بي يعني فهندلونج سبازز يعني دي فهندلونج سبازز يعني السعر قابل للتفاوض دي فهندلونجس بازز يعني قابل للتفاوض طبعاً الباقع بيكون قصده أن السعر قابل للتفاوض يعني في مجال أنك تفيصله بالسعر طبعا العبارة كاملة بتكون يعني السعر يكون قابل للتفاوض فبعد ما تشوف هالحرفين أو إذا كانت العبارة مكتوبة بشكل كامل بيحقلك إنه تسأله ممكن تراعيني والسؤال رح نجي عليه لاحقا الحالة الثانية إذا كنت عم تشتري شيء من شخص بشكل مباشر فبهي الحالة بتسأله بداية يعني هل يكون السعر قابل للتفاوض لاحظ هون إن استخدمت الصفة فهندل با مع verb sein يعني هل يكون السعر قابل للتفاوض إذا قالك إيه فبهي الحالة بتطرح سؤالك يعني هل يستطيع المرأة أن يفعل شيئا مع السعر يعني بما معناه إنه ممكن تراعيني ممكن تخفضلي بالسعر أو باللغة العامية كمان فينا نقول يعني هل يستطيع المرأة أن يفعل شيئا مع السعر يعني بيقدر الواحد يعمل شيء مع السعر بما معناه إنه ممكن تراعيني إذن بهذا الشكل بتعبر عن هذا السؤال باللغة الألمانية كان معكم نيلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في فيديو قادم تحياتي لكم جميعا